يبقى عندنا بعض الأسئلة المتعلقة بهذا التفسير هل يفرق القرآن الكريم بين طوائف اليهود بمعنى أن هناك طوائف لها مسلك أكثر اعتدالا و طوائف لها مسلك متشدد في تعامله مع الآخر الصحيح نعم فربنا تبارك و تعالى يبين في كتابه الكريم حينما يتحدث عن أهل الكتاب قال ليسوا سواء وهذا مبدأ مستقر في كتاب الله عز وجل و حينما يعرض بعض صفاتهم بعض صفات اليهود فإنه لا يلزم أن يكون الذي قاله في طائفة منهم قالت به الطوائف الأخرى و قد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة في جواب قديم فالله تبارك و تعالى حينما قال عن اليهود و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله لا يؤخذ منه أن كل اليهود قالوا بأن عزير هو ابن الله و كذلك حينما قال ربنا جل وعلا أيضا عن اليهود و قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا فإنه لا يلزم من ذلك أن يكون كل اليهود قد قالوا هذه القالة و إنما طوائف من اليهود قالت ذلك فهذا الحديث هنا إما أن يكون عن طائفة من طوائف اليهود أو أن يكون عن وصف غالب فيهم فلا يلزم من ذلك أن يكون الحكم عاما فيهم و إنما هو إما أن يكون باعتبار المجموع أو باعتبار طائفة من طوائف اليهود تبنت هذا القول و قالت به فعرض القرآن الكريم هذا الذي قالوا و نسبه إليهم لأنهم من طوائف اليهود و كما يقول المناطق بأن هذه قضية مهمة لا تعطى حكمة جزئية نعم